بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا The Elephant in the Room هذا مصطلح بينقال وكأننا عم نتخيل غرفة قاعدين فيها كلنا وفيه فيل بها الغرفة بس كلنا عم نتجاهله سايقين العبط ومكملين نشاطنا عادي وأحاديثنا عادي مع أنه وجود الفيل مأثر علينا كلنا بس مصرين نتجاهله عن عمد لو بدأت هالحلقة عادي فرح يكون موضوع فيروس كورونا هو The Elephant in the Room ما رح نطنشه لكن كمان ما رح نخليه مركز الاهتمام مرحب فيكن ببداية الموسم الثالث من بودكاست ريهاميات والحلقة هاي رقم 62 رح تصدر بتاريخ الجمعة 3 نيسان أبريل 2020 وهذا تاريخياً بيعني أننا في عز أزمة كوفيد 19 ومكملين بحربنا ضد فيروس كورونا لسه المدارس والجامعات مسكرة مع حظر تجول تباعد اجتماعي حسب البلد يلي نحن فيها سواء عنا كورنتين أو كورفيو وعم نمارس السوشل ديستانسينج وطبعاً طبعاً غسيل الإيدين بشكل متكرر كذا مرة خلال اليوم وكل مرة الغسيل 20 ثانية والامتناع أكيد عن لمس الفم والأنف والعين مع تقوية المناعة وتعزيز الصحة النفسية تمام؟ رح نكتفي بهذا القدر عن أزمة كورونا وكرر تأكيدي لهاشتاغ خليك بالبيت طبعاً ما فينا ننكر أنه الأزمة أثرت على تفاصيل حياتنا اليومية وبالنسبة إلنا هون ببودكاست ريهميات كمان أثرت على جدول حلقات 2020 فاستدعى مني إعادة ترتيب كتير أمور بناء على إلغاء لقاءات ومواعيد تسجيل لحلقات لكن يلي صار أني بدرت موعد حلقة شلفي وقررت أنه اليوم هو أفضل توقيت لتقديم عرض كتاب دو لس للكاتبة كيت نورثروب هذا هو ثالث كتاب معنا بسلسلة شلفي لسنة 2020 مشجعكم تسمعوا حلقة رقم 54 مع أول كتاب شلفي كل الأمور قابلة للتدبير Everything is figureoutable للكاتبة ماري فورليو خبرتكن عنه يوم 10 يناير 2020 ببداية السنة وكمان مشجعكم تسمعوا الحلقتين الماضين رقم 6061 مع تاني كتاب شلفي تجرأي أنتقودي Dare to lead للكاتبة بريني براون كتاب دو لس فينا نترجم عنوانه اعملي أقل والصراحة هو كتاب عبقري لهالمرحلة يلي نحن فيها هلأ ليش؟ لأني لما أريته سنة الماضية كان فيه مفاهيم حسيته جديدة وغريبة كأنه من الفضاء كيف يعني أني اشتغل أقل؟ لا والأغرب أني لما اشتغل أقل أحصل على أكتر؟ طيب شو هو هالأكتر يلي بدي أحصل عليه؟ المضحك المبكي أنه تفرجوا علينا اليوم كيف كلنا نجبرنا نخفف شغل يعني الموضوع طليع ما نمستحيل هلأ طبعا مثل الجراد يلي بياكل الأخضر واليابس إجت هالأزمة مو بس حتى تخلينا نلغي الأمور الزائدة لكن للأسف في ناس اضطرت تلغي أعراس مؤتمرات سفريات ولسه ما منعرف شو رح يصير بخصوص احتفالات عيد القيامة يلي باقي له 9 تيام وشهر رمضان يلي باقي له 21 يوم يعني ما بين اللي تلغى واللي تأجل واللي لسه قيد الدراسي اختلطت الأمور علينا فخلونا نركز على الجانب الإيجابي بهالأزمة إننا نجبرنا نبطئ إيقاع حياتنا ونخفف الشغل والإرهاق والإنشغال الإدماني شفتوا كيف توقيت هالكتاب عبقري لأننا already شطبنا أول خطوة من الليستة المقترحة بالكتاب وهي تخفيف الشغل لهيك في كزا تشابتر بالكتاب مو محتاجين نستعرضون ويلا بينا ندخل على طول على الموضوع في سؤال كتير مهم بتشجعنا كيت نورثروب إنه كل واحدة فينا تسأله لحالة يا ترى أنا مين بكون بعيدا عن إنجازاتي؟ فكري فيه لهالسؤال كم ثانية إنتي مين لو شلتي عجنب كل شي بتعمليه وبتنجزيه؟ مجتمعنا الحديث ربط إيمتي الزاتية بكمية إنتاجيتي وصار الإنجاز هو المقياس الأول للقيمة والهوية والمعنى في الحياة وأنا عم بقرأ هالأفكار هاي قررت إني ساعدكم تفهموها من خلال تشبيه ما نموجود بالكتاب هاد التشبيه هو من عندي نحنا وقعنا جوا فخ وصدقنا كذبة شو هو الفخ وشو هي الكذبة؟ الفخ هو طريقة التفكير يلي بتربط إيمتي وهويتي ومعنى حياتي بتخليهم مشروطين بإنجازاتي والكذبة هي تعريف الإنجاز وهون كملة الكارثة لما وأنا جوا الفخ صدقت كذبة المجتمع إنه تعريف الإنجاز يكمن في المال وهذا أمر بتشدد عليه الكاتبة وبتقول إنه مجتمعنا بيقدم تعريف للإنتاجية إنه هي مرادف للمناصب وفي كم هائل من النسخ المشتقة من هذا التعريف يعني ببساطة معي قرش بس وقرش عندي منصب وظيفي عالي يبقى مقامي عالي وبالتالي إيمتي عالية مستمدة من منصبي والجوب تايتل أنا مشهور معناته أنا مهم وبالتالي شي للمصاري وشي للمنصب الوظيفي وشي للشهرة بتلاقي حالك صفيتي ولا شي أنا لا شيء أنا ولا حدا أنا نكرة أنا زيرو أنا عديمة الإيمي وحياتي لا معنى لها ووجودي مثل اللي تو ونقطع عالسطر مين فينا بيرضى يكون نكرة؟ ما حدا ولأننا كلنا عم نبحث عن معنى لوجودنا وعم نتخبط بالتدوير على هويتنا وعم نشحد الإيمي من المجتمع فشمرنا بقى وهرينا حالنا شغل 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 وركد ركد ركد يمين وشمال لنحصل على مصاري اسهرنا الليالي لنتمسك بأشغال ومناصب وبرستيج وأهملنا اللي حوالينا وكمان أهملنا صحتنا أهملنا ذواتنا أهملنا نفسنا لأننا سخرنا كل وقتنا وكل طاقتنا للحصول على الشهرة وعلى تعريف كلمة النجاح بحسب مفردات المجتمع وبحسب الناس شو قرروا عننا هون جوهر الكتاب أني أرجع لجوهر نفسي جرد تفكيري تماما من أي تعريفات خارجي عني اسمع لصوتي الداخلي أنا لحياتي أنا لظروفي أنا وقرر أنا شو يلي مهم بالنسبة إلي وبناء على هالأمور المهمة بحياتي ابتدي بناء أولوياتي ووقتي وطاقتي الكاتبة بتأكد إنه كتاب دولس هو ليس تذكرة أو تطريح للكسل لكنه دعوة لتجنيد كل الطاقات يلي جواتي ويلي براتي إنها تدفعني مثل تيار النهر يلي بيساعدني لو تخيلت حياتي إنه هي قارب وأنا عم جدف لو أصل للهدف فهالطاقات يلي جواتي وبراتي تدفعني للأمام قبل ما نفكر كيف وليش نقلل عمل خلونا نطلع شو صار فينا لما كترنا عمل نحن بهالأيام يلي قاعدين فيها بالبيت أكيد اكتشفنا قديش كانت حياتنا مجنونة ووقتنا مخطوف مننا بالشغل والمواعيد الشغل الزيادة ما نصحي ولا جيد ولا منتج مثل ما نحن اتبرمجنا إننا نشوفه في نواحي مثل الصحة والإنتاجية والإبداع والتوازن النفسي والعاطفي كلها كانت عم تعاني تحت ضغط الشغل الزيادة الكتاب فيه فصل كامل عن داتا وأحصائيات رح أذكر لكم مننا شوية أحصائيات سريعا بتحكي عن عدد ساعات الشغل الزايد يلي ماشي بالتوازي مع نسبة عالية من الإصابة بالجلطة وأمراض القلب والأمراض النفسية وخاصة عنده سيدات كمان الضغط يلي بتسببه ساعات العمل الطويلة ابتداء من 47 ساعة بالأسبوع لأكتر من 50 ساعة بالأسبوع بيسبب تقلص بالمادة الرمادية بالمخ للمناطق المسؤولة عن التحكم بالنسبة رح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقاتنا مع بعض أنا ماي الخولي هوست بودكاست سباشل أم بتكلم على كل حاجة تخص الأم والعيلك كل أوعدكم حتسمعوا معلومات تستفيدوا بيها وحلول عملية سواء للمشكلات اليومية أو التحديات الأكبر اللي ممكن تمر بأي أسرة نسيت أقول لكم إن أنا Certified Parent Coach وأهم من ده أنا أم زيكم مضغوطة وأوفرولمت and trying to figure it out Please follow the link بتاع البودكاست في الشو نوتس تحت في دراسات بتشرح إنه الشغل الحقيقي بكامل التركيز والإنتاجية بتم لمدة سبع ساعات فقط بالأسبوع كله ومعظمنا بيركز أكتر إما الصبح بكير أو مساءً وهدول مواعيد خارجة عن أوقات العمل الرسمي يلي اعتدنا عليها بالمؤسسات والشركات وحتى بالمدارس وبالنسبة للموظف العادي فمتوسط التشتيت وقطع التركيز هو بالمكتب بيحصل كل 3 إلى 10 دقائق وبيحتاج الموظف ما بين 5 إلى 25 دقيقة ليرجع يركز على اللي كان عم يعمله واللي بصير إننا منتعود على قطع التركيز فمنصير بـ 44% من الحالات تبع التشتيت نحنا يلي منشتت حالنا يعني بيكون لهيك عمليات التركيز بتحتاج مننا التدريب وتمرين إرادي وواعي فالتركيز هو فعلياً ما أنا متعلق باللي أنا عم قل له لا وابعده عني الحقيقة إنه التركيز متعلق بالأشياء يلي أنا بقلها نعم واللي بتدرب أني أنا ركز عليها إرادياً في منطق تاني غلط كمان نحنا تبرمجنا عليه وهو الشغل المتواصل بدون بريك أو راحة وهذا طبعاً ثبت فشله مقارنةً مع فترات راحة موزعة بطريقة حكيمة وهدفها تجديد النشاط وبالتالي إنتاجية أكبر خلال وقت أقصر رغم إنه في وقت شايفينه ضايع بالبريك بس هو أبداً ما نوع الضايع المعدل المقترح هو ربع ساعة راحة لكل ساعة شغل مكثف هيكم نضمن إنه ساعة الشغل بتكون بتركيز تام بدون أي تشتيت سواء على السوشال ميديا أو كتابة مسيجات أو تواصل خارج العمل أو أي سبب تاني للتشتيت وفينا نشوف شركات كتير حول العالم صارت تتقلص ساعات العمل للموظفين لأنه اكتشفوا إنه التزع ساعات اليومية فبت عدم جدواها هالشركات لقيت إنه لما أقللوا الساعات خلال اليوم وكمان في منه نقللوا الأيام نفسها وزودوا أيام الإجازات لقوا إنه إنتاجية الموظفين صارت أعلى والكفاءة والإبداع كمان صاروا أكبر من أكتر الأفكار يلي عجبتني بكتاب دولس هي التمثل بالطبيعة وتحديداً احتياج التربي للراحة حالياً منلاقي المزروعات لما منظل نزرع خضار مثلاً بشكل مستمر هدفه فقط زيادة المحصول ومنوصل لمرحلة بتصير الخضار وكمان الفكهة بلا نكهة وبلا طعم لأن المزارع هموا محاصيل أكتر لكن من زمان أجدادنا ما كانوا يعملوا هيك ولا كانوا يستنزفوا التربة بهالشكل كانوا كل موسم أو كل كام موسم حسب طبيعة المزروعات بيعطوا التربة فترة راحة وفرصة لتجدد نفسها وبالتالي بتكون المحاصيل بالموسم يلي بعد هالراحة فيها غذاء أكتر الكاتب بتحكي عن شي اسمه The Fertile Void فينا نترجمه الخواء الخصيب إنك لما بتمر بمرحلة بتحسي فيها أنه ما فيه إنتاجية لا ترتعبي ولا تخافي لأن هالمرحلة بتشبه الكتاب مثلاً لما بمر عليهم سنة ما بين رواية والتانية ما بيكتبوا شي لكن بيكون الكاتب ساعة عم ياخد فرصة راحة وتخزين وشحن طاقة وأفكار لموسم إنتاج جديد من ضمن النصايح يلي بتقدمها الكاتبة لدعم فكرة Doing less to get more يعني كيف فيني أنا أشتغل أقل وأحصل على أكتر هي فكرة التأكيد على اختيار الوقت المناسب للشغل بحسب هارموني معين مع جسمك ومع الأمر ومع الكرة الأرضية شو هو القاسم المشترك بين هدول الثلاث نواحي؟ هي المواسم تتذكروا بحلقات رقم 34 و35 و36 من بودكاست ريهميات حكينا عن أسرار الدورة الشهرية وقلنا أنه الperiod هي حلقة أو cycle مقسمة لمواسم مثل فصول السنة شتاء وربيع وصيف وخريف بهدوليك الحلقات كان المرجع تبعي كتب مختلفة غير كتاب دولس لكن مبسطت عن جد لما لقيت نفس الفكرة عم تتأكد وتتكرر بهذا الكتاب كمان وزادت علي الكاتبة مو بس تتبع مواسم الدورة الشهرية لكن كمان تتبع أطوار الأمر الأربعة بتقول كيت نورثروب بما أنه أجسامنا مكونة من 70% ماء وبما أنه الأمر بيأثر على المياه على سطح الأرض بيسبب المد والجزر فهو بيأثر كمان على حالتنا النفسية وعلى طاقتنا بحسب هو بأي طور من الأطوار الأربعة وبتشجع الناس أنه يتبعوا مراحل الأمر ويكون عندهم مع أجندات مواعيدهم كمان أجندة للشهر القامري أنه يكون عندي منبر قد من خلاله محتوى يعمل فرق حقيقي بحياة الناس وتحديداً بحياة المرأة الناطقة باللغة العربية حول العالم فهذا المنبر أنا بالنسبة لألي بعتبره شرف وهالمنبر مأسم لثلاث قنوات بودكاست ريهاميات يلي هو مدونة صوتية مسموعة وموقع ريهاميات.com يلي هو مدونة مكتوبة مقرؤة ويوتيوب تشانل ريهام جرجور يلي فيه فيديوهات مرئية وهالثلاث قنوات بيخدم عليهم صفحة فيسبوك وحساب على انستغرام لحظ تحافظ على المحتوى ان يكون مجاني ويكون كمان قيم من حيث المضمون ومن حيث الشكل كمان والقالب يلي بقدمه فيه بحتاج اني اشتري كتب بحتاج أصرف على معدات وأدوات وكمان بيكون عندي اشتراكات والتزامات مادية أونلاين وهالشي ما بيدر قوم فيه لحالي لأنه بيشكل استنزاف مادية بالنسبة لألي لهيك انا حابة شارككم بطريقتين متاحين للي حابة بيدعم المحتوى المجاني لبودكاست ريهاميات والموقع واليوتيوب تشانل انه فيكن تقدموا التدعيم عن طريق بايبال او موقع بيتريون سواء بمبلغ معين او بدعم شهري بيبتدي من دولار واحد بالشهر رح تلاقوا اللينكين تبع بايبال وبيتريون موجودين مع نوتس هالحلقة وكمان على موقع ريهاميات.com وشكرا مقدما لدعمكن وتشجيعكم بطرق وأشكال مختلفة خلونا هلأ نرجع نكمل حلقتنا مع بعض من الافكار كمان ياللي كتير عجبتني هي النظر لليوم وللوقت الممتد خلال الاربع وعشرين ساعة تبع يومي على انه امتداد حلقي وليس امتداد طولي بمعنى اني لو فهمت كيف الكرة الارضية بتمشي السنفية بدائرة اربع فصول وبترجع بتنعاد وكيف الامر هيك كمان وكيف الدورة الشهرية بتاخد مني حلقة مدتها 28 يوم وبترجع بتنعاد يومي كمان فيني افهمه بهالطريقة الدائرية انه هو رح يبتدي الصبح ويخلص بالليل ويرجع يكون عندي فرصة جديدة ومتجددة بكرة بينما لو نظرت لسلسلة ساعات يومي كامتداد خطي وليس امتداد حلقي فرح ظنني حاسة طول الوقت انه الساعات عم تركد مني واني لازم اركد لانه رح توصل لاخر اليوم وتضيع مني خلص فبقضي يومي بشعور الشح في الوقت وكمان اني عم انهج من التعب لكن لو استرخيت وتبنيت النظرة الحلقية اني اطلع ليومي على انه دائرة فهذا بيعطيني طمأنينة باخر اليوم انه الفرصة متجددة بكرة بس ايامي كدوائر او حلقات هي ليست حلقات مفرغة لف ودوران مكانك راوح او لمكانك راجع اني كل يوم عم عود من جديد لنفس النقطة انا وعملف لا الحقيقة انه دائما في تقدم كأني ماشي على سوستا او راسور بتسميه نورثروب اسم مميز كتير لهذا التشبيه وهو مصطلح اول مرة انا بتعرف عليه لما قريته بها الكتاب The upward cycle of success حلقة النجاح الصاعدة يعني كل ما لف وارجع لنفس المنطقة بكون تقدمت درجة او صرت بلفل اعلى فما برجع لنفس النقطة تحديدا وبكمل لف لا انا برجع لها بس من موقع متقدم او من مستوى اعلى قديش حلو بيومي اني فعلا خلي هالامج بزهني النظرة الحلقية لليوم وانه تكرار صاعد The upward cycle of success اخر نقطة حابي شارككم فيها من كتاب اعمالي اقل هي عن الحلقة الذكورية والحلقة الانثوية كلمة cycle تنطبق على الاتنين Both men and women are cyclical ولكن الفرق انه مدة cycle عند الانثى هي 28 يوم ومدة cycle عند الذكر هي 24 ساعة الذكر بمر بالمراحل الاربعة للcycle تبعه خلال يوم بينما الانثى بتمر فيهم خلال شهر لو اطلعنا على المجتمع من حوالينا منلاقي انه في كتير اشغال وفي كتير نواحي بحياتنا مصممة لتشجع وتكافئ وتمنتدح وتدعم cycle تبع اليوم الواحد وليس cycle تبع الشهر يعني يلي متوقع من الرجل انه ينجزه بيومه هو هو متوقع كمان من المرأة انه تنجزه بيومه ولكن الحقيقة اننا لو عطيناها شهر فساعتها بتقدر تقسم الشغل بحسب مراحل المختلفة حتى يكون متطابق مع المراحل الاربعة للدورة الشهرية ولو ركزنا مع كل مرحلة من الperiod ففينا ندرك الطاقة والحكمة الكامنة جوه اجسامنا ونستغل بالطريقة الانسب لشغلنا ولحياتنا فتمشي ايامي واولوياتي على اتصاق مع ايقاع جسمي الداخلي وكل التفاصيل يلي عم تصير جواتي جسديا ونفسيا تعو نحكي سريعا عن هالمراحل الاربعة كيف تقسيم الطاقة فيهم للاستفادة القصوى من حكمة اجسامنا هي الperiod اساسا حلقة يعني دائرة ما فيها ترقيم بس للتوضيح رح نقول انه البداية بالمرحلة الاولى يلي اسمها the follicular phase المرحلة الجريبية هالمرحلة هي اللي بتجي بعد النزيف وفينا نسميها مرحلة البدايات الجديدة بيكون فيها جدار الرحم عم يبني طبقات لاستقبال حمل محتمل هذا افضل وقت للتخطيط وزرع البذور تبع الابداع والبدء بالتصميم والعصف الذهني والمبادرة بمشاريع جديدة المرحلة الثانية اسمها مرحلة الإبادة ovulation phase جسمك بيتمتع بأعلى خصوبة مو بس حرفيا لكن كمان أعلى درجة خصوبة من حيث الطاقة والإبداع جو جسمك المبيض أطلق بويضة وهي جاهزة للتلقيح خلال هالفترة والهرمونات بهالمرحلة بتخليكي أكثر جاذبية بتكوني أكثر قدرة على التعبير الكلامي more articulate وأكثر قدرة على الإقناع والجذب من حيث الطاقة هاي أفضل مرحلة للانطلاق والخروج حرفيا ومعنويا هذا أفضل وقت للمشاركة بنشاطات اجتماعية وكمان للإعلان عن الشغل يلي أنت عم تشتغلي عليه وتجهزيله إنك تخبري الناس عن مشاريعك اللي جاية ويلي رح يشوفوه قريبا هالمرحلة ممتازة لتليفونات المبيعات تقديم presentations استياد العملاء للبزنس تبعك وبتشينج your ideas خليكي منفتحة على التعاون مع الآخرين لأنه أفضل مرحلة للعمل الجماعي وكمان بتكوني أكثر مرونة للقبول والاقتناع كمان أكثر قدرة على الإقناع تالت مرحلة اسمها The Luteal Phase المرحلة الأصفرية بتبدأ بعد فترة الإبادة وبتنتهي عند الحيد هالمرحلة بتوصف الكاتبة بأن أكثر مرحلة منهملها أو منتغاضع عنا أو نسيء فهمة فيما يتعلق بالطاقة الكامنة فيها أكبر ميزة بهالمرحلة هي أنه طاقتك بتبتدي تتوجه للداخل بتلاحظي أنه المرحلة الأولى والثانية هني مراحل الطاقة الموجهة للخارج والمرحلتين الثالثة والرابعة هني مراحل توجه الطاقة داخليا يلي عم يصير جوى جسمك أنه الغلاف المحيط بالبويضة كان عم يفرز هرمون البروجسترون يلي هو كان جهز بطانة الرحم مثل السرير الطري لاستقبال البيضة الملقحة وهو نفس الهرمون يلي بيساعدنا على الشعور بالهدوء والسكينة بهالمرحلة تستمر ما بين 12 ل 14 يوم يعني هالمرحلة مصممة بحكمة ربنا أنه تكون أطول شوي من المراحل لثلاتة التانين الطاقة بهالمرحلة هي الأنسب لإتمام المشاريع وإكمال المهام بالإنجليزي بيسموا هذا المصطلح يعني الاهتمام والعناية بأدق التفاصيل فالمشروع يلي بادرت فيه وبدأتيه بالمرحلة الأولى هلأ إجا وقت الإتمام والتكميل للأخير حطيه اللمسات الأخيرة والرتوش النهائية يلي بتكمله تماما مميزات المرحلة الثالثة أنه كيميا المخ بتساعدك على التركيز وخيتام المهمات وإتمام المشاريع يمكن مزاجك ما يكون مناسب للخروج لتجمعات اجتماعية لكنه الوقت المثالي للإبطاء والهدوء والاستعداد للمرحلة الجاية من السايكل في مننا ناس كتير شاطرة بالبدايات لكنهم مو شاطرين بإنهاء المهام أو تكميل المشاريع فالوعي لهالمرحلة هو فرصة ذهبية أنه لو اتبعنا السايكل فهذا بيساعدنا كتير بمنطق العمل الأقل للحصول على نتائج أكبر وصلنا هلأ لمرحلة الحيض أو النزيف هي التسميات ممكن تختلط علينا لأنه كل الـ 28 يوم منسميهم منسترول سايكل ومرحلة الحيض أو المرحلة الرابعة كمان منسميها منسترول فيز فممكن نسميها مرحلة النزيف للتوضيح أكتر بهالمرحلة الجسم بيتخلص من بطانة الرحم لأنه البويضة لم يتم تلقيحها وما حصل حمل فالتوقف بإفراز البروجسترون بيعطي تعليمات للرحم أنه تنسلخ عنه البطانة الإضافية وبيبتدي يستعد لسايكل جديد بالنسبة للطاقة فوقت النزيف هو الأفضل للراحة والتفكير بيكون المخ أكثر استعداد للربط ما بين النصف الأيمن والأيسر فيه فهذا بيخليك تكوني زكية أكتر من العادي لأنك عم تربطي المعلومات المنطقية مع حدسك وهذا الربط بتم بوضوح شديد ووعي عالي طاقتك الجسدية بتكون أقل درجاتة بهالمرحلة لهيك لو فيكي خدي يوم أجازة خفي في أي ارتباطات اجتماعية راعي إنه حركتك تكون أقل ما يمكن وعطي أولوية للراحة هذا الوقت ممتاز للتقييم شو اللي زباط شو اللي ما زباط شو اللي شغال شو اللي منافع باللي عم تعمليه سواء بحياتك عموما أو بشغلك وبعلاقاتك وكل نشاطاتك يعني مرحلة النزيف هي الأفضل على الإطلاق فيما يخص التقييم والتفكير المتوازن فاتخيلي معي الهدر والخطأ يلي ممكن يحصل لما بتجب رحالك على عملية تقييم مضنية ويمكن عقيمة لمجرد إنك عملتية خلال المرحلة الغلط والغير مناسبة من مراحل السايكل خلاصة الحديث إنه المجتمع بتهم الطاقة الخارجية بكل أنواعه أي طاقة منوجها برنا الطاقة الظاهرة لكن للأسف ما أنه مصمم أنه يحترم ويقدر الحكمة الكامنة بالطاقة الموجهة للداخل إنورد أنرجي الطاقة الباطنة مع أنه الإنورد أنرجي فيها حكمة واستفادة لا غنى عنها وكمان فيها أقصى استغلال للجزء المناسب من الشغل خلال المرحلة المناسبة من مراحل السايكل لو حدا عايش حياته كلها بالأوتورد أنرجي طاقته موجهة للخارج طوال الوقت فأكيد منشوف أنه بيحصل له استنزاف بدون أي فرصة للتفكير والتجديد الداخلي وأكيد بيوصل لطريق مسدود نورثروب تلفت نظرنا لحقيقة أنه الكون هو وعاء كبير من الثنائيات النور والظلام ساكن ومتحرك رطب وجاف سريع وبطيء هادئ وصاخب باطني وظاهري وبكل قبل من هدول الثنائيات ما فيه جانب يكون موجود بدون الجانب الثاني بتمنى أنه كتاب شلف اليوم يكون عجبكن دو لس ولا تنسوا موعدنا صباح كل جمعة مع حلقة جديدة من بودكاست ريهاميات بس هيك لو عجبتكن الحلقة لا تنسوا تشاركوه على السوشال ميديا حتى ناس أكتر تستفيد تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست ريهاميات www.rihamiatrihamiat.com أو تبعتوا لي إيميل على rihamiatatgmail.com أو ميسج واتساب على الرقم 0201279709719 وعلى الفيسبوك دائما تابعوا صفحة وهاشتاغ ريهاميات سلامات